ناس كتير نصحتني اني قتلي ألعب الجيم عشان أحضر للمراجعة بتاعت أساسين سكريد وسمعت النصيحة فعلا وعلى مدار يومين قضيت أكتر من خمس ساعات على البلاي ستيشن والنتيجة اني كسبت ديفيجن ناين بتاع فيفا 2017 من غير ولا هزيمة احداث أساسين سكريد بتبتدي مع كال لينش وهو بيستعد لتنفيذ حكم الاعدام كال بيخضع للحكم فعلا ولكن بنتفاجئ ان هو مماتش ولا حاجة اه محدش في السينما كان متوقع ان بطل الفيلم ممكن ما يموتش بعد خمس دقايق بنكتشف ان كال تم اختطافه على ايد شركة اسمها ابسترجو اللي تعتبر الزراع العلمي للنايت تيمبلرز او فرسان المعبد عشان يقوم بمهمة تحت اشراف دكتورة سوفيا ريكن المهمة دي هي انه يتحط على جهاز اسمه انمس هيخليه يحل في جسد جده الكبير اجيلار وقت محاكم التفتيش الاسبانية عشان يساعد ابسترجو انهم يلاقوا حاجة الحاجة دي هي ديابل اوف ايدن او طفاحة عدن اللي بتحتوي على الشفرة الوراثية للاراضة الحرة اللي هي حاجة زي روح الفانيلا الحمرة كده المهم من المفروض كال يتتبع اجيلار بحكم كونه تاريخيا اخر واحد معروف انه هو اللي خبت طفاحة وكال بيستجيب فعلا للدعاءات صوفيا اللي هي مصدقاها فعلا عشان يلاقوا طفاحة اللي المفروض حتساعدهم عشان ينهو العنف على مستوى العالم ويوصلوا للسلام العالمي والسلام الشخصي لكال كذلك والمحاولات بتبتدي علشان نشوف هل كال حيساعد ابسترجو فعلا انهم يلاقوا طفاحة عدن وهل تواصل المستمر مع اجيلار ممكن يبقاله تأثير على طريق تفكيره وطريقة رؤيته للامور ولا لا في العادي لما بعمل مراجع الفيلم مبني على مادة ليها قعدة جمهرية كبيرة بيبقى يوم اسود ومطين على دماغي لو مبني على كوميك بوك يقولك لازم تقرأ الكوميك بوك الاول وإلا ما تتكلمش لو مبني على جيم يقولك لازم تلعب الجيم الاول وإلا ما تتكلمش لو مبني على اكلب كباب يقولك لازم تحط السيخ في ودنك وإلا ما تتكلمش مع ان فيه افلام كتير منقول عن كتب وقصص ومقالات ورسائل بحسية بس كمين ما لهمش قاعدة جماهرية خلاص يا معلم يبقى برحتك خالص بس عموما ده مش موضوعنا دلوقتي المهم ان كتير من صناع الافلام دي ساعات بينسى نفسه وبيعتمد على ان الكوميك بوك او الجيم قدمت كل ما هو ضروري من مقدمات ومبررات فبيسيب فجوات منطق في شغله وهو مش حاسس والنتيجة انك لو ما تعرفش حاجة عن المادة الاصلية بتلاقي نفسك امام منتج ماسخ ومش قادر تتزوقه بينما جمهور المادة الاصلية بيبقى شايف انك المفروض تتفرم في خلاط اسمنت في اساسنس كريد ولأول مرة بحس ان الآية معكوسة الفيلم فيه مشاكل كتير بس في رأيي انا التقييمات الكارثية اللي هو جمعها كانت ظلمة شوية طبعا وللأسف انا معرفش الفروق ما بين الفيلم والجيم قوي بس اعتقد اني سهل اخمن الفيلم بينتقل ما بين كالو وتفاعله مع ابسترجو اللي ساعات بيكون صراع وساعات بيكون تعاون لأجيلار الثائر المؤمن تماما بعقيدة الاساسنس انا اتصور انك في الجيم بتتواصل مع العالمين فعلا ولكنك بتتفاعل اكتر مع المهمة بتاعت الاساسنس وبيكون هدفك انها تنجح وانت مش ضروري متأكد ان هي هتنجح في الفيلم بقى العنصر ده بالتحديد مش موجود لانك عارف انك هتنجح لان معرفة أجيلار بمكان التفاحة محصوم بالفعل والسؤال الحقيقي هو موقف كال من كشف السر الابسترجو عشان كده الفيلم اخد مجموعة من القرارات انا شايف ان هي كويسة ومتفاهم تماما ان هي ممكن تكون محبطة لمحبي اللعبة اولا وازن جدا ما بين الاحداث في عالم كال وعالم اجيلار على مستوى الزمن والاهمية ثانيا خلى الهدف الاهم العالم اجيلار هو ترصيخ عقيدة الاساسنس وخلى السؤال الاهم هو تأثرها على كال حيكون ايه ثالثا عدد طبقات الصراع في عالم كال صراع مع نفسه صراع مع ماضي صراع مع ابسترجو صراع مع المحتجزين معاه وتعدوا طبقات الصراع في فيلم مغامرات في المقام الاول يعتبر دايما شيء كويس واخيرا عشان عالم اجيلار ما يقعش في فخ الملل تم تشبيعه بالاكشن المثير والمتقن والاجواء التاريخية الجذابة في رأيي دي كلها قرارات تحترم وما سابتش اي فجوة للناس لما تعرفش حاجة عن الجيم مع اعترافي ان غالبا جمهور اللعبة شايف ان كل ده نوع من انواع الحكي في المحكي دي كده نواحي التميز نواحي الاحباط بقى بصرف النظر عن ارتباط الفيلم باللعبة للأسف بردو كتير منها ان محاولة اخفاء حتمية مصير خط احداث اجيلار ورا الاكشن المبهر كان ليه زمن صلاحية وبعد اقتر من نص الفيلم الموضوع بقى ممل فعلا ومنها ان الاكشن المبهر ما قبلوش مجهود مقبول من قطال الفيلم لان المخرج جاستن كروتزل اعتمد على التقطيع الكتير والانتقال الكثيف ما بين الكاميرات عشان يسمح باستخدام سالس للدوبلرات ومنها ان في مكونات مهمة جدا مفقودة في تقديم الشخصيات وده رغم اننا خصصنا فصول بحالها لخلفياتهم ولكننا اغفلنا حاجات مهمة زي ايه اللي وصلهم لنقطة المواجهة دي ومنها ان نهاية الفيلم انقلبت على نفسها مرتين في ظرف دقايق قصيرة عشان تمهد لجزء تاني يا عالم اذا كان هيتعمل ولا لا في ظل الاداء المخجل نقديا والمتواضع جماهريا وده اللي خلى النهاية اضعف فصول الفيلم واكثرها افتقاضا للمنطقية بس اهم مشاكل الفيلم على الاطلاق هي للأسف الاداء المتدني من طقم التمثيل بالكامل الصراحة انا متفهم ليه حد زي مايكل فاسبندر ممكن يحب ان هو يشارك في انتاج فيلم زي اساسنس كريد بس يقوم ببطلته ليه ليوناردو ديكابيو مثلا شارك في انتاج فيلم ريد رايدنج هود سنة 2011 بس ما عملش دور الديب لو كان الهدف هو اطفاء اهمية زيادة فللأسف انا مظنش ان ده فاد الفيلم بل ممكن يكون ضره لان على ما يبدو الناس ترقبت تجربة سينمائية عميقة واضعين في الاعتبار اننا امام نفس فريق عمل مكبث بينما اللي قدامنا هي وجبة سينمائية عادية وخفيفة جدا اللي اجتهات في الاداء موجود وملحوظ ولكن ما ظنش ان هو كان موفق يمكن العنصر الوحيد الكويس في اداءه هو وماريون كوتيار هو ان جمالهم الحوارية كانت مكتوبة بشكل كويس جدا فعوضت كتير لحظات كانت بتعاني من المبالغة كوتيار نفسها كانت كويسة جدا في الفصول اللي كانت بتتصرف فيها بثقة ولكن في نفس الوقت بتعكس تردد كبير ولكن مع اقتراض النهاية عانت جدا مع التوهان العام والنهاية نفسها قضت تماما على اي شيء كويس كانت عملته جيرمي ايرنز كان عادي جدا لا عنده شيء كويس ولا عنده شيء وحش اما برندن جليسن فتقدره تعتبره مش في الفيلم اصلا الخلاصة في فيلم اساسنس كريد هي انك كل ما تعرف اكتر فرصتك في الاستياء هتكبر لو ما تعرفش حاجة عن الجيم لو ما تعرفش حاجة عن اهمية الممثلين لو ما تعرفش انك المفروض امام مخرج واعد جدا هتلاقي فيلم خيالي اكشن سطحي في حركات جديدة في معالجة تاريخية جزابة وفي قصة معقولة لكنك لو تعرف كل الحاجات دي هتلاقي نفسك امام فيلم متواضع ومقلل من اهمية المادة الاصلية واهمية كل الناس اللي اشتغلوا فيه بالنسبة لي انا بقى وبصفتي واحد يعرف شوية حاجات وما يعرفش شوية حاجات تانية فتقييم الفيلم اساسنس كريد هو ستة ونص من عشرة واتصور ان ده تقييم مرتفعة جدا بالمقارنة مع الستاشر فيلمية اللي اتصها على روتين توميتوز مناقشة الحلقة عن الخدع البصرية وبصرف النظر عن جودتها في الفيلم ده مع اني انا شخصيا شايف ان هي معقولة جدا ولكن في 2016 بشكل عام في رأيكم ايه افضل فيلم على مستوى الخدع والمؤثرات البصرية ياريت تعرفوني في الكومانس ياريت شار و لايك للحلقة اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو عوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا وشاشر اللي جاية بي 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 بي